بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة أمه ده أول ما بمتدي يوم السبت ومتدي أسبوع جديد بيبقى حس كده بنسيم وبعبق كده وفرح لأن أنا أتكلم مع أصحاب السعادة أصحاب السعادة هم أحبابنا اللي مقبلين على الزواج وكمان المتجاوزين اللي عايزين يعملوا نوع من أنواع التجديد الزواجي وإحنا من فترة وإحنا شغالين في حاجة مهمة جداً جداً هي مسألة التمهير الزواجي إزاي نتكلم عن مهارات مهمة جداً في الجواسر كلمنا عن مهارة كانت مهارة أساسية وهي مهارة التأمين الزواجي وبعدين قعدنا نتكلم وبقالنا فترة نتكلم في مهارة الاهتمام الزواجي ليه نتكلم عن مهارة الاهتمام الزواجي بكل التفاصيل دي؟ لأن في الحقيقة تلت تربع الشكاوى اللي بتوصل لنا لأن الناس مش عايزين يتكلموا عن الأمان الزواجي لكن في الغالب يبقى التصريح بأننا محتاجة اهتمام زواجي وعشان كده قعدنا نمشي لغاية ما وصلنا إلى الكلام عن مهارة مهمة جداً جداً من مهارات التأمين الزواجي وهي مهارة ايه؟ مهارة الوقت جودة الوقت المخصص للبيت سواء جودة الوقت المخصص للبيت دوت يعني جودة الوقت المخصص للبيت ما بين شركاء الحياة النهاردة الموضوع دوت وإن كان الناس مش متصورين أن ليه كل هذه الأهمية لكن احنا بنتكلم مع بعضاً نشوف الأهمية دي ايه؟ لما جاء أذكركم ووحد فينا سأل نفسه هل أهل بيته بيحبوا رجوعوا للبيت ولا لأ؟ وهل جربت تركز وإنت راجع في البيت بتشوف رد فعل زوجتك وأولادك؟ طب هل ركزت أنت بتتصرف إزاي لما ترجع للبيت؟ هل بتدخل وتقول أنا راجع تعبان ومش عايز حد يكلمني؟ واحد يقول لي ما احنا كلنا بنقول كده آه بس ده معناه حاجات احنا محتاجين نتنقش فيها احنا كلنا عارفين أن ظروف الحياة بتخلينا بنحاول نشتغل أكتر وده طبعاً بيخلي الوقت اللي بنخصصه للبيت يقل بس أكيد الشغل هو وسيلة عشان البيت يبقى سعيد الشغل مش غاية الشغل وسيلة عشان البيت فيبقى مين الغاية؟ البيت سعادة البيت هي الغاية بتاعتنا يبقى توفرنا فقط البيت مسئولية كبيرة على الزوج صح وبيكون عامل أساسي في شعور زوجته وبالأمان معاه لكن للأسف رجالة كتير بيفكروا أن الانفاق على البيت هو الدور الأساسي والوحيد ليهم في الحياة الزوجية سواء في الحياة الزوجية مع زوجاتهم أو مع أولادهم لكن ده مش حقيقي زوجتك صحيح محتاجة منك تكون سند ليها وصديق بس سند ليها وصديق مش بها تسيب الفلوس لا لازم سند وصديق ليها يفهمها ويحتويها وكمان تشعر معاه بالأمان بمجرد ما يدخل من البيت والأمان مفهومه أكبر بكتير من الأمان المادي وأيضاً الزوج بيحتاج يشعر أن زوجته كمان أقرب حد لي يقدر يكلمه وتفهمه وتنصحه لأنها أكتر حد عارفه أنا أظن أن السيدة مسلمة لما نصحت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما حصل اللي حصل ورسول الله سلم كان عايز يرجع بالقوم ما يروحوش لأن منعتهم قريش أن هم يروحوا يعتمروا كأنه ممكن نوصل لحيطة سد وممكن يحصل مجزرة لكن ستنا مسلمة كانت فهمة حضرة النبي بفكر إزاي أنه ما أخوي ربين أمرين إلا اختار إيسرهما فأشارت عليه أنه يذبح ويحل فإذا رأوا منه الجد فعلوا مثل ما فعل لأنه يفهمها طب إيه اللي ممكن يخلينا نوصل للقدر ده من الفهم والقرب أنا ليه اخترت ستنا مسلمة لأنها محدش يجي يقول لنا والله ده بيوحة إليها لا ده أم مؤمنين وعمرت كده لأنها فهمة حضرة النبي من أكتر الحاجات اللي بتخلينا نفهم من بعض جودة الوقت اللي احنا بنقضيه مع بعض وإزاي نعرف الوقت الأفضل عشان نقضيه مع بعض ده سؤال مهم الوقت اللي بنكون فيه محتاجين لبعض هو ده من أفضل الأوقات اللي ممكن نفيها زي وقت التعب الزوجة بتحتاج حد يساندها الناس بتحتاج لراحة في أوقات الراحة فيه أوقات اسمها أوقات الراحة بس كمان بتروح تنام في الأوقات وبتهرب ليه النوم وبتهرب للراحة في الأوقات اللي مهم محتاجين فيه مساندة فالشخص قد يكون محتاج وقت خاص به لما يكون عنده أزمة ما تخلوهش يهرب للنوم لا هو محتاج وقت مخصص ليه يبقى كده نعرف أن أوقات المخصصة مش بس أوقات بنحددها في اليوم ده ممكن تكون أوقات مخصصة لما شريك الحياة يكون محتاج لها يعني إيه؟ يعني زي ما إيه ده عائشة كانت محتاجة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى طول حضرة النبي قال لها بل أنا ورأساه يا عائشة يعني إيه أعمل وقت خاص لشريك حياتي؟ أول حاجة أنه يكون الوقت اللي فيه ممكن أقدر أخليهم يحسوا بالقيمة الإضافية في حياته أحسسهم أني بضيف لحياتهم قيمة مش ممكن تكون من غيري هو مش وقت في الحقيقة في اليوم بخصصه من الساعة 8 كل يوم ولا الساعة 5 كل يوم ده لو ما فيش غاية من وراه ممكن أخصصه من اليوم بس لازم يكون وراه هدف يعني حتى لو أخصص يوم وقت في اليوم أخصصه بس يكون ليه هدف لو أنا قاعد مش بتكلم في أوقات المشاكل مش بيكون في أوقات الرخاء لو أنا ممكن أعود ما أتكلمش لما يكون فيه مشاكل بيننا لكن في أوقات الرخاء وأوقات المحبة وأوقات القرب من بعض ما ينفعش أعود ما أتكلمش لازم نخصص وقت نعمل فيه قيمة إضافية إيه أكتر قيمة إضافية ممكن تخلي الوقت اللي أعوده مع زوجتي أو أعوده مع زوجي يبقى وقت فعلا خاص بي يحس انه وقت خاص بي لما يكون فيه واحدة من السبع قيم اللي أنا أولادي لما الوقت يكون فيه مسندة لما يكون محتاج المسندة لما الوقت يكون فيه احتواء لما هي وهو يكون محتاجين الاحتواء لما الوقت يبقى فيه طبطبة لما الوقت يكون فيه تخفيف الهم والتعب لما الوقت يكون فيه استبشار لما الوقت يكون فيه مرح وكسر الروتين لما الوقت يكون فيه كسر الروتين والرتابة لما الوقت يكون فيه مشاركة نقول السبعة تاني السبعة حاجات دولة مهمين جدا لما ينفعش ان انت وقاعد مع شريك حياتك او انت قاعد مع زوجتك ما يكونش فيه ده يبقى الوقت يبقى فيه ايه؟ مسندة فيه احتواء فيه طبطبة فيه تخفيف الهم والتعب فيه استبشار فيه مرح وكسر الروتين وفيه بمشاركة شوف السيدة خديجة الكبرى عليها السلام عملت ايه مع حضرة النبي؟ سندت حضرة النبي وقالت له كلا والله لن يخزيك الله أبدا يا سلام مسندة هو جاي دثروني دثروني زملوني زملوني وقت خاص ايه بقى افضل وقت عشان نعمل فيه كده؟ لو حد تتعبان فيه غير وقت الراحة يعني لو حد جاي وده وتمشي الوقت اللي بيرتاح فيه وهو عايز يروح ينام اعرف انه محتاج يبقى هو عرف انه محتاج وقت خاص فيه ففيه اوقات استثنائية مع الاوقات الثبتة والمخصصة وده يستحسن الاوقات المخصصة الثبتة يستحسن الاوقات المخصصة والثبتة ما تطلش عشان ايه اللي حاصل؟ لو طالت مش هتستمر يعني لو كل يوم بنقعد وقت مخصص انا بنصح انه ما يزيدش عن نصف ساعة وبيكون ده بالاتفاق سواء عايزين نسبته الساعة تمانية الساعة سبعة الساعة عشرة او نخليه متغير وممكن يكون بعد العشاء وبعد المسلسة بعد العشاء بعد ما نتعشش وبعد المسلسة ما يكونش واحنا مشغولين في حاجة نعمل حاجة مع بعض ما فيش مانع ان احنا في الوقت المخصص لا نعمل حاجة مع بعض بس واحنا مع بعض اهم الاشياء اللي لازم نرعيها في الوقت المخصص ده شوية مهارات مهارات اسمها عجيبة اسمها مهارة الحضور انت وقاعد مع زوجتك وانت قاعدة مع زوجك تبقى حضرة حضرة يعني ايه مركزة على مهتمية على امتبع الكلام ومبتكلمه هزت الرأس اللي بتعني ان انت فيه تواصل وكمان فيه مهارات تواصل مهمة تكون في الوقت ده كمان اللي زي مهارات التواصل البصري الاي تو اي كونتاك التواصل بالعين حاجة مهمة جدا الانصاط مهارة تالتة كمان مهمة جدا جدا التفاعل الكلام الحركي ان انا هو بيتكلم يبان تعبيرات على وشي في الوقت ده ده نص ساعة مش هتكون اكتر الحالة كمان تكون الحالة اللي موجودين احنا فيها نبقى قريبين من بعض مش واحد قاعد على الكرسي بتاع الانتريدة واحد قاعد على الكرسي بتاع الانتريدة السيدة عائشة بتقول ايه عن رسول الله عليه وسلم حتى حضرت النبي يقول فان الوحي اللي نزلوا عليها الا انا في حجرها والسيدة عائشة تقول من تقل رسول الله الا وهو ببين صدري ونحري نبقى قريبين من بعض يبقى الجلوس مع بعض لازم يكون فيه هذا المعنى ولازم يبقى فيه موضوع نتكلم فيه مهما كان الموضوع ده صغير يبقى احنا لما نجتمع بهذه الطريقة ممكن نوصل لنتيجة ان الوقت المخصص ده يبقى وقت حقيقي ممكن نوصل به ايه اللي ممكن نعمله بقى عشان الوقت المخصص ده يبقى وقت لطيف اناقول شوية اجراءات بسيطة كده مع كل اللي احنا قلناه وده مهم جدا جدا كل اللي احنا قلناه ده دي ادوات على استراتيجيات على اصول على قواعد عشان الوقت المخصص ده يبقى مليان بركة ونور ووصل ومحبة ويبقى الكأس مهيأ عشان ربنا سبحانه تعالى ينزلنا فيه المدد اول حاجة عشان نتكلم في الوقت المخصص ده لازم نعود مع بعض جلسة ونتفق فيها على الوقت ده ونتفق عن نتكلم فيه ايه الامر التاني بقى عشان الوقت المخصص ده لازم اعمل تمهيد ايه التمهيد الحاجة التانية تقل رجوعك للبيت يعني انت وراجع جيب حاجات تفرح اهل البيت مهما كانت صغيرة زي ما كنا زمان بنرجع ومعنا البطيخة بنرجع ومعنا حاجة تخلي اهل البيت يحسوا برجوعنا وبأهميته عشان ده يبقى تمهيد ان القاعدة بتاعتنا الخاصة هتكون قاعدة لها فرحتها لما بطلنا نعمل الكلام ده ما بقاش حد عايز يقعد مع التاني ولزيك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لي السيد ده عائشة اللي بتحبه ويخليها تشوف اللي بتحبه عشان لما يعودوا يعودوا هم مفسوطين مع بعضهم مرتاحين الحاجة التانية اللي احنا لازم نعملها كمان ان كل يوم نخصص نص ساعة لزوجتي واولادي ولزوجي والاولادي عشان نعرف ايه اول عنصر لازم يكون في القاعدة دي ان احنا نعرف اخبار بعض وبلاش ندخل في تفاصيل الاخبار لكن نعرف اخبار بعض ونقول لبعض كلام يحمس كل واحد فينا ان هو عمل حاجة كويسة وان هو كمان هيبقى الواضع هيكون احسن كده هيخلينا متعلقين بالقاعدة دي ويبقى القاعدة دي هي النسمة الكثيري الحياة اللي احنا بنعيشه امر التالت خدينا كمان نعمل قاعدة كل اسبوع نبتكر فيها نشاط نعمله مع بعض ويقربنا من بعض زي قرية كتاب ونقول رأينا فيه زي ان احنا نخرج لمكان ونتكلم فيه في الموضوع ده او نعمل اكلة بنشارك فيها كلنا ونأكلها مع بعض يا سلام بقى لو ان احنا نكمل ده ويبقى عندنا مجلس اسبوعي للصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم او قراءة شيء من سرته او قراءة حديث من احاديث رسول الله عليه وسلم لو عملنا الحاجات دي هيبقى الوقت المخصص في البيت ده وقت كله مليان نور وبركة وسعة وانقرب من بعض لان الحقيقة ان المجلس ده هيبقى مجلس ذكر هيبقى مجلس محبة هو مجلس عبارة عن كأس الله ناظر فيه لينا وبيسبنا شراب المودة والرحمة الوقت المخصص ده بتبقى هيبا من الله سبحانه وتعالى